اشتركوا في القناة بالرياضية الأمر يتعلق بعزيز العامري المشرف العام بنادي الرجاء الرياضي في هذه الحلقة سنتوقف عند مراحل من حياتي سنتوقف عند نجاحاته وسنسائله على إخفاقاته مرحبا بك عزيز العامري معنا في الحق مرحبا وشكرا الاستضافة طيب قبل ما نبدأ الحوار مع الضيف الكريم ما غامشوا جميعا نشوفوا بورتري حول عزيز العامري اللاعب والمدرب والإطار الوطني ثم نواصل النقاش على خطى أخيه محمد مشى عزيز العامري في درب الكرة وبشغفه الرياضي تمسك وتكون حتى أصبح نجما من نجوم كرة القدم في مضقط رأسه تجسد الحلم إلى حقيقة مع اتحاد سيديقاسم المدينة التي أصبحت منجما للمدربين وأنجبت الكثير من الكفاءات للكرة القاسمية والمغربية بدو الزاكي، راشد التوسي، صلح الدين حميد، إدريس اللوماري رحل عزيز بعضها إلى فريق الجيش الملكي ليعود سنة 1980 إلى اتحاد سيديقاسم نازعا قميسا لاعب مرتديا بدلة المدرب مقتديا بالأسطورة الهولندي يوهان كريف الذي وهب حياته وفنه وإبداعه للنادي الكتالوني درب العامري ثلثي أندية البطولة دابان الحياة في فرق كانت على وشك الموت ومقدما لأخرى تعليمات وخطط جعلتها تتألق وتسعد ترتيب البطولة الاحترافية المغرب التطواني نموذج في مصاره الرياضي فاز معه ببطولتين تأهل في إحدهما إلى كأس العالم للأندية سنة 2014 إلا أنه عاد مقسيا منها سي عزيزة البدايات ديالك بين المكناس وصيد قاسم والرباط يعني بين النادي السككيين ديال المكناس أيضا تحت سيد قاسم والجيش أيضا بني ملال هذو ربعات المحطات دياله لا بني ملال ما لعفتش فيها ولكن الأخ ديالي ولكن كتب بني ملال كان الوليد خيار سكتب بني ملاله كان الوليد في شرطه شكولي كان عنده الفضل باش يجيبك من مكناس إلى سيد قاسم هو عبد الله استطي الله يرحمه في 71 أنا دك كان هو المدرب ديال فريق الاتحاد سيد قاسم وكان مدرب مستوى عالي كل صراحة يعني من أحسن المدربين اللي تزوف في المغرب لأنه درب فرق كبيرة لأنه من المغرب الفاسي جال سيد قاسم و سيد قاسم شلويد دياله ومن بعد كنا درب احت المنتخب الوطني وكان معه أنا تكن مع الإطار السبعينات دي اللي كان مشاه مع المنتخب الأول المكسيك فهذه هي البداية ديالي كانت يعني في سيكاك مكناس وكنت كانت تدرب في سيدي قاسم كانت في سيكاك مكناس كانت تروازي وكانت تروازي في ديفيزيون وكان جي كانت تدرب مع اتحاد سيدي قاسم فاشجا هو السيدي قاسم فأثناء واحد التدريب اللي كانت فجاسه وولني قال لي واش انتا كاضي ولا جينيور لأنه كانت عندي ديك ساعة 10 تان 18 تان فاشجا هو ديك ساعة فوحده السبعين كان عندي فانتا يرنو جاء وكان لعبنا مع سيكاك مكناس واسق ساني قل لي واش انتا ساني مع سيدي قاسم وواش كانت لعب في الجينيور واش قلت لي لا ودينا ره ها فين كان لعب رأنا في مكناس في سيكاك مكناس في تروازي في ديفيزيون يدي كانت تصل ديالو مع البرزيدان ديك ساعة الحاج الحسن تليمي وكانوا دريس القارة لله رحمه وكانوا يعني بزاف دي المسيرين اللي كانت عندهم وحد سمى السينيتي في السينيتي مع اتحاد سيدي بعدها بشيت الجيش الملكي بعدت ستة وسبعين بشيت الجيش الملكي وفي كان كليزو كان كليزو بقيت مع الجيش الملكي من ستة وسبعين تلتسعود وسبعين من تسعود الوسبعين واللي ترجعت كان أزمة ديك ساعة عن فريق اتحاد سيري قاسم ما بقاتش ديك القوة ديالو فطر ديك الساعة برزيزان دي سيري قاسم باش يرجعني بطلاب من فريق الجيش الملاكي ولوقيت اللي كتغادي أنا بقي عاقل لسيري قاسم جاء عن ديك لزو سلم علي وقال لي يا عمري جوكو تي سوالانترينور دي سيري قاسم دان لابانير باشكو تيوني كابابل وهد الكلمة يعني الترتفيام اللي كيقول للك إنسان بحال بحال كليزوب قد دي من فرح لانا علش قال لي يا لانا ديجا أنا فاش كتفلي فار قد دي ما كان سقسيه قد قل لي شنية هاد الانديران شنية هاد رزيستان شنية هاده شنية اللي في تاسفير الإكسبلوزيف هاش له هاد شي وكا كان في عنده البيرو ووحد الخطرة قال لي هم في اللي جهور دي اللي فار قال لي برا لسه اللي كيجيل عندي البيرو كيسقسيني على الخدمة اللي كنديرو روه العمري وخا فانتقال دي للك من الجيش اللي سيدي قاسم هواش اللعب فيه دليمي شي دور اه فعلا فعلا لانا باش تمشي من فارق الجيش للفارق اخر خص تائما واحد تدخل اللي كان تكلمو عن دليمي الأب 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 هو اللي كان يعني مكلف بفريق تحدي سيدي قاسم بالأمور كلها ديله يعني هو اللي يخدم اللعابة في لصامير هو اللي يخدمهم في يعني في البوليس ولكن بالسلطة دي لأحمد دي لأحمد أفضل الجلسة اللي احنا كنسألك على الأخطاء دي للك كنتي مدرب دي للمغرب تطواني ورئيز دي لنديم كلاسي جوج لا رئيز سيدي قاسم جوج تلقاو 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 لا 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 حيث أنا فاش مشيت لسيدي قاسم كانت سيدي قاسم في اللاماتور لا فكوب واقع لتلقاو ماشي ماشي موين بكنت شانية باش تجمع باش تجمع جوج مهام ماشي غلطة هذي كلها ماشي هي غلطة ولكن الحاج أبرون مكنش عندو مشكل لأنه طرحتها عليه وقدت لي ودي هنا قدلت الساعة بنين يسالي تسالي السانة غادين متفرغي للمغرب التطواني قل لي ما كانت مشكل فعلا مشيناه كدام ليسا العام برجعت للمغرب التطواني وفي ذلك رئاسة دي لسيدي قاسم تدخل بها الجامعة وتقولي عضو جامعي ومدرب دي المغرب التطواني بالفريق دي الفريق القاسمي إلى دور المظاليم وأنه كان كي يعتمد على المصفات دي البترون وكي يعتمد على الدليمي اللي مشواهده الفرقة ما مقحتش فعلا كانوا كان ديك ساعة للقوة اللي كانت عند الحاج الحسن الدليمي يعني دار مسائل اللي كانت اللي أنا أخدم العابة بزاعة في تقريبا الشيء 40 ولا 50 العاب اللي الآن كان اللي فيهم روتراتي كان اللي كان باقي صغير كان اللي باقي الدابة خدموا في الأمن؟ لا في الأمن وكانت في الأصامير فهمتي؟ وهذيك المسألة مشي بحل دابة من المورة في الثمانينات من اللي مبقاش دليمي قاعدوا كل اللي لعبوه كلهم ما تودفوش وكانوا لعبتها في المستوى العالي بحل يالله اللي يخدم منهم هو الوماري وحد ديوه لأنه مشاوا عند الشرطة ولعبو مع الشرطة ومن بعد مشا الكوكب الوماري وكان اللاعبين آخرين اللي كانوا ممتازين منهم جبيلوا منهم خوه جبيلوا منهم بالأحمر منهم وحد باللمامون وحد عدك لعبين مجيدي هذو كلهم الظهر اللي كان عندهم هو خرجوا كلهم للطاليان وفرنسا وهذه وكانوا بقاوا وكانوا غادي يتعذبوا في الحياة ديوه حيث اللي يبقاوا ما خرجوش كلهم الآن بتعذبات سيدي قاسم اللي ما ديوه؟ فعلا لأنه كد أقع واحد تغيير لصامير واحد الوقت اللي ما بقاتش يعني مع الفريق لأنه فيديك الوقت كنت كتعطيه خمسمائة مليون للفريق وبلوس الوظائف كل عام كد قولك ندخل أربعة ديوه وتشكري دخلك؟ قال لا أنا خدمت مع مرض خدمتني شي فرقة شي سيدي قاسم اللي خدمتني لاي ستايف اه أنا دخلت في تسعود وستين دخلت لشمان دفير كنت في شمان دفير وختم قال لا لعبتش معهم بزيه؟ قال لا لعبت معهم بقريبا تلت سنين من سبعة وستين ديسات طن قتلك لعبت معهم تلف فان سوى سنتين تلف سوى سنتين وفجأ عبد الله استطيع هذا وليت مع سيدي قاسم ومن بعد سيدي قاسم ما طلبتش منه ومن الخدمة لأنه كنت ديجا بشمان دفير دونك بقيت في ستة وسبعين قبلت من ستة وسبعين في ربعة وسبعين وخمسة وسبعين خرجت منه من اللاقار يعني الخدمة اللاقار ما ما وافقتنيش لأنه ربعة الصباح اه 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 يعني طريت يمن تبع الكورة يمن تبع هذي بفضل مشيت مع الكورة وفي ستة وسبعين مشيت لليفار لليفار خدمت في الجاندار موري اه بقيت في الجاندار موري حتى اه تمانين واحدة وثمانين خرجت من الجاندار موري باش نمشي للتدريب لأنه بقيت كون قولي بقيت في الجاندار موري را ما غاديش نقدر نخرج للمشي ندير انستاج فرنسا ولا في ألمانيا ولا هذي را ما غاديش نقدر نمشي فاضطريت ان تلبت العفو ربما انت العمري هو المدرب الوحيد في المغرب اللي يدرب 12 فرقة غير بعو تكمل البطولة نكمل البطولة 12 فرقة حيط 40 عام اه نساش 40 عام دي التدريب عاو تني حتى مدرب تاريخ المغرب مدرب حيط 40 عام اه ولكن ولدرب تيرضعين على مركات تقدير تلحق تلعشرين فرقة فالمحطة الناس كعرفوا غير المغرب تطواني لانا محطة قوية بشتيبية العالمية ولكن الناس كينساوا المحطة دي الاسفي دي الاسفي ودمكناس اه متي ولا الله تانجاج مرات يعني ملكة ملكة جوج مرات تانجاج يعني كان ساهم في الصعود دي الاتحاد تانجاج جوج دي المرات اه يعني فارق النادي المكنسي اه مشيت النادي المكنسي وكنا محتلين الصف الاول بخمسة دي الانتصارات المتتالية في بداية الموسم كنا غدين ربما نحقوا البطولة فوقعت واحد المسائل بين المكتب وبيا وبين اللاعبين مسائل اللي هي مادية وقدمت استقالتي دي ساعة ما كانت لا كنترالة تانجاجها قدمت استقالة دي ومشيت فاش مشيت يعني يعني الاسبوع من بعد تصلوا بيا المغرب الفاسي فقلست مع المغرب الفاسي واحد المدة وحيت تعوتين من المغرب الفاسي ما مشيتش معهم كي بغاوهما ورجعت مشيتم تم بافي غنان مشي الاسفي اسفي كان بريزيدون اللي هو دي ساعة الغيبي مدريب يعني مسير بمعنى الكلمة ديت يوم الكأس العراب يعني خصك تشوفوش مشيتر لقيتهم تراز يام في الدوز يام ديفيزيون تم ما فيش عيط ليه الغيبي قال ليه عزيز غادي تجي التعاون معي لان الفرقارة هفكت عيني احنا تراز يام باش نمنعه من النزول قلت ليه مكي انت مشكي لانا دبرا بشيت دي باشت منعهم من نزول بشيت ذاك العام اللي منعنا من نزول كلسينا كاتر يام سيلينا كاتر يام العام الاخرس عدنا القسمو لعبتوا كأس العراب بشيتوا لعبتوا مع برج برج بورن ريج تقصينا مع النصر مع النصر السعودي بضربة ترجع احنا احنا ولكن فان المصار عدنا ندرل بتاع خمستاشر يوم ها مفتيش مع الجو السيبانات هيا الاتحاد البيضاوي تاس كنت جيد وكن كنت تأتير لو غت نقولك شي شوية طاغية المجليس المجاليس والصداع وبين اسميته حيدوا الكار الفرقة باش ما كنا ما عنداش فين تدربو كنا كندربو في واحد الملعب دي ملاشي ملاشي وحبسوا لنا الكرة وقيتش كنلقى فاش يجيوا عندي كان مشي انا كانوصل وماللاعبين مكيوصلوش لان ما كيش فاش يجيوا فاضطريت فاش نمشي بحالتي وهذا كالفريق اللي اللي عنا صهرت عليه ديك حبستاشر يوم يعني ف درنا غيلا ديتكسيون دي اللاعبو كنا ديرين كنشوفوا اللاعب كانوا واحد الاخوان معايا تماما من سيدعو تماما من قسمتون اللي هما اللي كيجيبو يوميين كيجيبو دي جوور من قاع المنطقة كله وكنشوفوهم ومنهم تختاروا اللعابة اللي هادك هديك السنة صعد فيها فريق اتحاد الفيدوي في المسار ديالك التدريبي الناس كيحسبوا لكو حد الغلطة هو ان شي لعابة طالبوا بمستحقات ديالهم 14 لعاب من المغرب تيطواني طالبوا بمستحقات ديالهم دالوا واحد الادراب لعابة بقي صغار حييتهم كاملين هما هو مش صغار اللي صغار هما اللي يجابوا من بعد اما هدو كانوا العابة اللي هما كانوا يعني يجابهم ابرون انتي كان جابهم ابرون كان سنة معهم ابرون وجاتوا حد الابريود ديال ديال افريل وداروا اضرب يعني جميع المحاولات دارت معاهم كتي عارفهم غا يدروا يدراب لا ما عارفهمش خوابك اللي نا واهما طلبوا المستحقات ديالهم غي هو الفارق كيعاني كنا في ديك ساعة تفجيت اناية شو غا دي لعبين معافاس نا فجيت اناية ديك الساعة لقيت الفارق في المرتبة 14 يعني كاللعبو باش علمانتيا فاش ملي كيمشيو لك 14 اللعب وانت كتلعب اللي علمانتيا كتولي صفي الفارق كيبان غا دينزل غا هو الوقت اللي جيت انا يلتطوان كنت لنا في العادة ديالي انا وخاكم كنت ندرب الفارق الاول دين من كان مش نشوف لازي سبوار وكانشوف الجينيور وليك هذي كنت شو شلو كين فيهم للمستقبل فاعجبوني واحد واحد المجموعة دي اللاعبين هم هادوك هادوك كلهم جبتهم دخلتهم فليفكتيف عندي هم متقربين شي عشرة لوقت اللي ديروا الاضراب وما بغوش يرجعوا فقلت لبريزيدنتك السعاد قلت لي ودي را عندي لعابر را مستعبدين اللي يكملوا هاد الماتشات اللي بقين را عينا معاهم بالمحاولات را مبغوش اذا خصنانا قل لي ايه قال لي ايه بنحل انا معك تنتيك لا اهوتا هو اعني مشا معايا قل لي انا معك الليدرتي انا معك قلت لي اكون انا مشينا يديك مشينا المغرم الفاسي دينا هديك المجموعة لعبنا نهازنا بواحد الصفر ولكن بالندم كان متفائل على المرضود وعلى المستوى اللي ظهر به الفارق فاكملنا الحمدلله المقابلة قاعدة للتتويج اللي كانت هو ربحنا اخر مرش ربحنا الويدات في الضار البيضاء الويدات في الضار البيضاء بالجوج الواحد دينا الشالونج سبور اللي كان ديك ساعات ديناه فكنت اول كوب ديك ساعات كد تاخدها المغرب التتواني هذك الكوب دي الشالونج فهادك الفارق هو باش بدينا السنة لما من بعد بدينا بها بدينا التدريب فاللي ترى الانتباه وبين بأن فرقة تكون قوية هو لعبنا ثمانية دي المقابلات ويدية يعني الإعدادية انتصرنا فيهم بثمانية فالفارق يعني بذا كان فارق دي المستقبل ورجعنا بعد اللاعبين من دوك اللي كانوا داروا الإدراك رجعوا كان اللي رجعوا منهم المناصفي منهم خضروف منهم يعني وحد كانوا أساسيين غيروا اللي مدروش الإضراب معهم هو مولى التتوان ناو ولا ذاك الإضراب في صالح الفارق فعلا هادش اللي يوقع علينا ولا ذاك المسائل المادية دي لهم مخدواش ولا تبقات عن الفارق تقريبا شي خمسمائة مليون هي باش كانت درنا ذاك البداية باش ذاك السنة بديل 2011-2012 فاش دينا البوطنة ولكن في الكنترة شنو كان فيها مع أبرون هادك السنة اللي بدينا البوطنة فاش دينا الكنترة قل لي يا بتكلاسيش ريكا ترزيهم وبدأ وهو ما اللي عارض قل لك اللي اديتي البوطنة عن تقطنوا بيديني قال لي هاديك من بعد من بعد لان باش يشجعني وباش يتابع الفارق يعني في اتجاه دي البوطنة كوكوة مطيقش قل لي اللي اديتي البوطنة انعطي قل ليكش 140 مليون من الاغلاث ايضا انك بشيتي كتدرب الكاك الكاك فارق كبير ولكن بشيتي بشيتي لو قتال اللي وقت اللي الفارق ما كانش يكيب باش غادي بشيتي فعلا كان غلطة عليك لا قد نقولوا علش كتولي غلطة حيت مليك تفكر انت ان المشكل يمكن غيكون غي تقدي قد قل الموسير اللي انا شفت رئيس وعندو واحد طموح كبير اللي كان جا ديك ساعد اه وعطانا وعود ومشينا معاه ودك شي مشينا بواحد الوقت اللي انا ما بشيتش انا جيت انا طال ديسمبر ما بقاش ديك ساعد باش غادي تجيب لعبين ولا باش تاسميتو فانا جيت كموش رفعام ديك ساعد درت واحد تورنوت قريبا شفنا فيها واحد المائتين والثلثمائة جهور كنا واحد الجناة درنا الجناة فيها فيها ابو يحيوي فيها يومير فيها يومير يعني واحد المجموعة اللي كنا صاهرين على هادو لابورتوفيرت فانشي فعاد الرماش فعاد الرماش ودرنا هاد هاد المسئلة هادي وبدينا كان نوجدو المستقبل وكان في نفس الوقت كان نحضر للتدريب دي اللي زي سبورة بحي اللي ندير ده مع مع الراجة كان نحضر لقاع الفئات ومن بعد كان نوجدو الفارق ففعلا درنا اليوم حتا لاليمونتاسيان ذاك شي وعاد كنا غدين في واحد المسار اللي هو صحيح من بعد امان الرماش كان جهد مشروع كان جهد مشروع وكان غادي به لكن الاسف وبحال يخوه بي فدل لان اخوه وفي اللعباء وفي اللعباء لان مشوفوا حد تجاه وباش يحيد الرماش ولا تخص نتيجات نتيجات كونسيلبية هذا هو الوضع لان انت كتمشي على اساس كورويا يعني تقنييا غادي تتحول ولكن كاينما ساعي الاخوان كتأثر على مواتي ما تكونش دار بلاحسن ما تكونش دار بلاحسن لانك تشوف بانه اولا هذك الجمهور ديالقونية ترى جمهور ماشي اشغان قوللك جمهور واحد الوعي في واحد المستوات الوعي كبير بزاها في دمتش على ذاك الباساج لا ما كندم كندم لا الكوطة ما يشغل لانه لبقتي لبقتي كتربط يعني كتربط وخه وش كولي طيح تتوان مشي معاك انا بهذا ش كولي يردب الكوكب فلا مطير ش كولي يعطى هادشي لهاد الفراقي بحل سطاة بحل سيديقاس بحل طوار بحل هالفراقي ش كون من اللي خلاهم يكونوا فضل وضعية هو تسير ديالهم فمتو لالله تسير هو اللي كي هز الفراقه ولكن انت كنتيني بابا من الرماش كان وضع لها الامكانيات ولكن ما خلاوش ما خلاوش مشاو مشاو مين لعابة مشاو باش يحيد له وحيد من بعد علش حيد النتائج اللي حيداته وديك النتائج كانت ندبرة باش يمكنني سال مباراة الاخيرة كان في حاجة شوف اقول لك واحد الحاجة انا فش كي يقولوا لي يا تاتوان فش كي يدرم عيال على تاتوان حل النتائج اللي الدارت في تاتوان ولي شمبيونة اللي الدارت تاتوان كنقول لي همش انا بستيجوبة كلهم ديا ولي كنقول لي هم ابرون ابرون هو اللي دار البطولات ولي دار ديك النتائج علش كنقول لي هم حيث هو اللي جابني وانا ديالي اللي عندي انا من حقين هدر عليه هو الكورة اللي كانت كتلعب في الرقعة احنا تتكلموا على الجانب التقني من المؤاخدات اللي كي نعلكم الاغلاث انكت مورينو قلتي ماشي مدري انا بالمقارنة طان هدر بالمقارنة لان شوف شوف ده مورينو ماشي مورينو انا كنقول لكي اي انترينور اللي ملعبش في واحد النيفو في الكورة معمرو يقدر يكون معمرو يقدر يلحق مزاف مدربين ملعبوش ووصلو الالاتش اللي كتقول خس بولي يكون مدريب لا لا ما نقولكش اللي ملعبش الكورة ليكونش مدريب ولا اللي لعب الكورة خسو يكون مدريب لا اللي ملعبش الكورة يكون مدريب ولكن في واحد الوقت ما غيقدرش يكون عندوله مع الجوار الكبار حت مرادونا منجحش كمدريب ها بولي ما مشاش للتدريب ما رادونا ما نجحش في التدريب هارفش تقولك ماشي اللي يلعب الكورة غينجح في التدريب يقدر يمجح في التسير يقدر يمشي يخصي عرف راسه اش يقدر يدير ها مورينو الدمع روما واش غنقولك هذيك الكوب كان كي عيرها كان كي عير اللي كانو كي اديه كي قلوم هذيك الكوب ما خصاش تحسب لان هذيك شكولك يلعبو فيها يلعبو فيها انا كون مورينو ده كلاسة فرقتول الشمبيونس الليغ العام الجاي نقولي برافو اما دي انتيتر اللي ما مطار في بيتا واحما كدت لعبتي مع فايناردو لعبتي مع مع الى بوتيت زيكي ممتي؟ اما باش نقولك الريزولتات مزيان هو لا يسرون تكاليفي للشمبيونس الليغ لعب الجاي هذي عمل اغلاط انك كتي كتقاتاكي شابي شابي لا انا شابي ماشي كنقاتاكيه انا كيهضروا لي على الراجة كنقل ليهم الكرة دي الاسلامي هذيك ماشي كنقاتاكيه كنقل حويج كنقل السلامي هو اللي يقلس الفينال ماليك تلحق الفينال وباليكيب ديالك انت هي اللي لعبت اش كيبقى لذك المدريب اللي يقلس في المونتوش كون يقلس ولم يقلش كانت النتيجة غد تكون لمسة لمسة اللمسة هي دي الاسلامي اللي كانت تكلموا عن الراجة واش مكانش غلطة انك تكون مشريف عام ومتكونش مدريب مثلا نيان في اللولك الناس معناه تكون مدريب شوية مشريف عام اه ما شغنقول لك باش ننجيل الراجة باش ننجيل الراجة بنيسبة لي انا مشي مشينا بورتكي الراجة غديت عيطليه باش يكون في ذاك البوست ولكل فاتوا عيطوا بش حالي اقلسوا معي باش نكون انترينور جوش خطرات ما كيكتابش نيانا كنكون في ديجا في ديزيكيب مراك تفقس فيك مراك تفلي فار كالويداد ما قلسوا معك الويداد وكلهم ولكن كيكون دائما عندي منتي كان نكون يعني فارق كنت في تطوال ديك ساعة نحنا برمية لدينا الشامبيونات التانية كانت تصل بياه النصيري وقلسوا معي في الدار وذاك شو لكن ما ما كيش غلطة انك ما تدريبتيش الفارق الاول خساريتي انك تكون في الكاتيجوري في المشرف على الكاتيجوري دي الراجة الراجة لا ماشي خطأ ماشي خطأ عندي الاشراف يعني الفئات العمرية وهادك الفئات العمرية نتبعهم كاملين ودرت منهم انسيلكسيون باديا من الوديسات حتى الوديسنوف وهادك وهاد الاسيلكسيون غد يكون عندها واحد البرنامج خاص ديالها وفي نفس الوقت كان بحثو على المخالف لانها مشيت يعني كان شوف اللي جون اللي كيني نتمع باش نننكوربوريهم عندي وحد الناس اللي غدي جيبوليه لجون جوور لجون جوور لجون جوور ماشي كي جيبوليه اللي عبا اللي كي برمير باش غال نتفاهمه غدي جيب دي جوور كيف قالوا غدي تجيب لهوات اللي كي برمير شوف هنقولك واحد القادية هاد المسألة هدي جربتها الراجة وجربوها بززال ديال الفراخ مالعلو دي معا ماشي غي اللي فونسانتر دابا ديال الويدات منين جابوه؟ يكمل الامال ديال البرنوسي يكوه اللي في السلكسيون هو هو اللي في الكيب ناسيونان وقيله ومعاه في لعاب غير روشك تقص الكعبي منين جابوه؟ جابوه اتفاق للمريم كان في كيب ديالهوات هوا شو العطاء؟ فين دابا هو؟ راه في توركي وش في للا مريم الا في توركي في توركي وكان في بركان شو غي نقولك هاد الشي علاش وقع غير في المغرب؟ علاش كاتمشي كاتلقى لعاب؟ نيفو تيالو عالي هو غير في سيدي اعتمان وملا في سباتا وملا في ايفرقا ومكاتلقاش في الرجا فلو نيفو ديالو حسن من الجندي الرجا وحسن من الجهور علاش؟ حيث هادو كل جهور بحال دابا أنا كل لعب في سيدي اعتمان اللعب مع سيدي اعتمان وخال النيفو ديالي تيكنيك عالي شكول كيشوفو مكيشوفو تاو واحد واش كاينة النابراصيوق ديالو ديتكتشون كاينة فراجة كاينة مثلا دابا خسنان عمجين ديرو واحد 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 اللا صالول دروس بكتشون صالول دو ديتكتشون دماما ممكنش لان دابا غادين ان انكملو بهات الشيباش نوجدو واحد الفئة ولكن غنضيفو عليها هاد اللعبين لي غادي يجيو من اللي كارتي لش كنتليك أنا الععب كتلقى في سيدي عثمان ما كينش تكنيك مو بحالو فراجة حيط ما كيقدرش يجي الوازيس ويجرب راسه وكيخاف بعد اوه ومعنوش امكانيه كيحشم وكيخاف خسكنتات ومشي لعنده وتفرج فيه وتشوفه وتجيبه وهدي اللي ما كدرش وخال اللي رجعنا الكونتورة زيرو شنا اي الحاجة اللي ما غديش تدير لرجعنا قلنات هال باركور دير كيانا غايب ده يبدأ شنا يفاتش اللي درتي شنا ولي ما غديش تدير شنا الفرقة اللي ما غديش بشي لها شنا هو الوفر اللي ما بشيش لي وش ما بشيش الخريطيات اللي انك ندمتي بشي تياه واحد تروام كان نمشي للفرقة اللي كيكونو تقريبا تسعين في المليا غينزلوه والمشكلة كان نمشي على اساس بغي بغي يعني نوجد فرقة والمشكلة اللي كيكون عندي شنو هو هو كان جيف لك بريود ما كينش ركريتمو إلا بني من اللان فاش فاش تخصنت مع الرئيس يالله قلست معاهم شهر على اساس ديسمبر غن دير اللي ركريتمو ولا هو كي دير اللي ركريتمو بفل أخباري جيت لعنده قلتلي شك تصدع راسك شايفني انا تتريني فيو منتا ولا بزاف رؤساء بحالك ولا بزاف رؤساء بحالك انا قبلش هادشي ولا بزاف ولا شكال مشينا بحالي بحالي انتي بكيولي الرئيس كيبغي يدير الخدمة ديالي انا ما الاحسن نحيد باش نحيد عليه واحد الصالي رغي زين باش نختمو شنه الحاجة اللي ندم عليها في حياتك الكورة روي واب في الكورة زيما انا كان بغيها زيما تاسيوني اه كان ندم عغيه على مشي تنلوم بعض المسيرين اللي ما تعملوش معايا كيخصهم يتعاملو باش ننجحو داك الفريق ديالهم وكنوليو خاسرين كلنا لان الناس كاتلوني كاتلوني كاتل بزاف الناس اللي بالصح تيبغيوني وبحال كنتا دبا فيش كاتل قولي يا شنين الحاجة اللي درتي خايبة في تدريب ديالك فمديو لله يعني كاتلطار في واحد كافة ادل واحد والتي تيشروش كاترد بان هادك خطاء اللي تدار ماشيك تبغي تربط الكفاءة ديالي مع هادك النتيجة لان هادو كل يكي يقولو بان علش طيحة اه اه الكاك علش كيجي بدو الكاك وكيجي بدو مثلا علش مكيمشي وشلطي طوان حت الحقيقة ديالي هنه هو من لكي لقى مصيرين في المستوى علش مكت جبتش اس في حت لقيت مصيرين في المستوى حت ما هو تيقني لما كانش تسير في المستوى متفشل وخد كنتا هو كرايف وكرايف انت من المؤجبين كرايف حت كرايف داز لعاب كبير داز لعاب دكي داز مدريب احسن مدريب وحقا قاعدينو انا انا كان اقترح الملاعب دلعالم كلها قصت كن فيها تصويره ديالكرايف حت واللي غير غير الكورا يعني المنظومة الكوراوية اللي ولت اللي ولت تتلعب في أوروبا بعدها بالأخص في أوروبا كلها تابعة لكورا ديالكرايف كرايف غارديولا وغارديولا كل شي كي بغير يدير بحاله غارديولا تلميذ ديالكرايف نهار اللي بغير يدير غارديولا مدريب كل شي نددو نددو البورطان نددو المسيري ممكنش هده هدف لماسيه كيتريني لجور ديالكيب ببي وجبته انتا كريف وغاتيت بحالي كيقولو دبا غتجيب لعبه من المطار واسمدو كيقول ليوم كريف هدش اللي كتقولو وش انا ما عارفوش وش انا ما عارفوش مين نره كيتريني في لماسيه هده ولي غايليق حيط كان هذيك ساعاتش كلي متروح مورينو مورينو ولي كان متروح قليوم هدك ليكونش هدك ايه ما عمروه اللعب الكورة ميقدرش يتريني له هده الناس هده هدو اللي غايقون انترينون راكش تيفين مشاه هدو ولا احسن انترينون فالعالم بالاعطيراف ديالكلوب وقال ليوم لومير انترينو ديموند هو غورديولا شكرا لك العامري الحديث معاك شيق ولكن الوقت احنا ملزمين باحترام الوقت وان تجاوزناه بدقائق تنشكرك على تلبية الدعوة تمنى ونا نستطرفوك مرة اخرى ولكي مشي في غلطة العمر في نجاح العمر ان شاء الله وبعد اكترين وصلنا اليوم برنامجكم غلطة العمر اتلقى معكم في حلقة قادمة مع ضيف اخر ومساءلات اخرى الى ذلك الحل لكم مني ومن تاقم البرنامج طيب المنا الى اللقاء اشتركوا في القناة